احنا عايزين بيتنا ده بيت للمسيح ديت يا هسلة ليك في قلبه ما كان مريح ايوه عايزين بيتنا ده بيت للمسيح شخصية تانية بقى اللي هو قيادي وعارف طريقه يعني هي وصفت كده كلمة عارف طريقه دي يعني زي واحد حط قدامه نقطة قدامه تيجي لي هدف عادي يوصله عارف كواسقوي هيوصله ازاي وممكن يقود الاسرة نحو الهدف ده او الشركة نحو الهدف ده او اي مجموعة فيها في الكنيسة نحو الهدف ده فالشخص ده انسان بيعرف يقود مجموعة نحو انجاز والوصول الى هدف معين شخصية مطلوبة جدا طبعا طبعا الشخصية دي ميزاتها انها بتفكر كتير وتعرف توصل ازاي رسم الطريق اللي وصلها او صدت على الجبل عارف ازاي هتطلع الجبل ده درست ازاي وهتعرف توصل فدول الناس هي والشخصية اللي قبلها شخصيات بتاعت انجازات انجازات يعني مش حلوين اوه في العلاقات مع الاشخاص او ما تهمهمش او حتى كما انا عاوزين حاسين دي اقل اهمية من انجاز نفسه يعني من الاتشيفمنت فدول الناس مهمين في اي حتة يعني بس اخب بالي اذا حد الجوز الشخصية دي انه قديلي الكلام قوي ما عندوش قدرة على الاستماع او على الانصاط عاوز اتناقش معاه اجيب من الاخر ما عاوزش قدرت في الاول كتير لانه هيقول لا فدايما عاوز قليل الكلام اعماله احسن واكتر من كلامه وما ينفعش احطه في حاجة وخليه تيم بلاير يعني جزء من مجموعة بتشتغل لازم يكون هو الرئيس اذا ما كانش هو الرئيس ما يعرفش اشتغل وساعات عشان اخليه يفيد المجموعة هو اللي يقود بالمجموعة وطبعا فيه ناس عندهم قيادة ايجابية تصل لهدف ايجابي وفيه قيادة سلبية رئيس عصابة مثلا يعني كان عندنا قديس موسى الاسود كان رئيس عصابة كان قيادي راجل قيادي وكل يهابوه ومتصلت جدا وكان بينجز بينجز حاجات سلبيات لما تحاول بربنا اصبح انسان بيعف ربنا اوي حب ربنا اوي اصبح عنده وداعة يعني الشخصيات ممكن الله يغيرها اذا اشتغل نفسه عاز طيب وبرده عاوزة اعرف شخصيات من الانجيل عن القيادين القيادين ما قلت اشهرهم بالنسبة ان احنا شاو الترسوسي طيب في فرعون فرعون مصر ايام موسى النبي ده كان قيادة سلبية وانتهى وانهايته ربنا حاب ينبيه مرة اتنين تلاتة اربعة ما فيش فائدة صار مرة ابراهيم قيادة سلبي كانت يعني كانت يعني واحدة فيها حيط التسلط واعطة تمشي رأيها يقول لها ربنا قال لنا هاجب لنا مننا وتقول لا روح تجاوز هاجر وتغسب عليه وخرج هاجر اه يعني فيه شخصيات نسائية وشخصيات رجالة اجب فشخصية شاول ده شاول الترسوسي ده الله اشتغل مع الشوء اللي غير عادي عشان يحول يقول لبولس الرسول كان شخصية قلت شخصية قيادية مدققة ومنظمة جدا فالريسي فالريسي ابن فالريسي متعلم تحت قدمي رمالاقيل وهو قال على نفسه وبيعرف يوناني وروماني يهودي يعني قصدي فيه حاجات كتير وفيلسوف كبير قوي قوي ايوه ايوه فكان صعب عليه ان هو بعد ما كان غاوي بيتنفس قتل وتهديد ان يهدى لكن لما عايز ربي يشتغل عليه ابتد ربي يشتغل عليه في ثانية واحدة لما النور ظهر في صاحة تسعة في سفر الأعمال يعني مش شايف حاجة ابتد يخضع قال له عاوزني ربي عامل ايه قال روح عند حناني في دمشق وشوف هيقولك تعمل ايه ثلاثة ايام مش شاف حاجة خالص وفضل بعدها بعد ما الأشور نزل بين عينيه الله عاوز يدربه نزلة الأشور بس لستها ما كانش بيشوف كويس كان بيخلي الناس يكتبوا رسال بتاعته وجسمه اتملب دمامل بقروح وكانت مؤلمة جدا لكن ربنا يعني بعد ما طالب تقت مراتي يقول له تكفيك نعمتي أنا عادي الشكرة تفضل ليه لأن ما تحس أنت ضعيف هملك بقوتي أن قوتي في ضعفك يعني هتعكمل فبولوس كان قوي جدا جدا أصلا فضل قوي بربنا مش بشخصه مش بكبرياءه بس بإيجابية بإيجابية وتغير إلى بتاع كورونسس أو 13 بتاع المحبة يعني ما فيش أكوى من رسائل المحبة دي يعني واللي كان بينزر بدموع كل واحد بي بعد أو يأتمخط بكم يعني كلها ألفاظ حد ابتدأ يتملي برحمة وحنية ودفء كده مش هو ده الأولاني وفي نفس الوقت محتفظ بشخصية قيادية ومنظمة بس داخل معها صفات إلهية طب لو لو قلت أستير مثلا كانت شخصية إيه برضو كانت مدققة وكانت أستر أستر شخصية مدققة وضبط نفسها كويس قوي وكان لما اتفقت معهم هتقول الملك إيه قالت الكلام ده عملت خطة كدود الرسالة عملت فعلا يعني وربنا استخدمها وربنا بيستخدم كل واحد فينا بحسب المكان بتاعه هي خلصت الشعب بتاعها زي ما أقولك أي نبي الله بيستخدمه موسى ربنا استخدمه لقيادة كان نبي بيستخدم الرسالة وقيادة برضو كان بيقود الشعب بتاعه يعني فالله بيستخدمنا كلنا بحط إيدي تحت إيد ربنا أقول يا رب غير فيها الصفة الوحشة دي عشان تعب اللي حولي أو نيش أقرب منك أكتر يا رب والصفة دي معطلاني يوم الله عن طريق أي مرشد ليا أي كاهن أو باعتراف أي حد صاحب كويس ممكن أخذ تدريب معينة بيها صفاتي تتحسن كل إنسان قابل يتحسن في شخصيته إذا هو عايز طب والتعامل مع شخصية القيادي زي المنظم المدقق ولا دي أخف شوي لا ما قلت القيادي مطولش في كلام معه مطولش في كلام لأنه هو خلق داية بتاع إنجازات وحيعمل اللي هو عاوزه يعني كده ولا كده هيعمل إذا كان قيادي سلبي يعني يعني إما كده يا مفيش ماي وي أو نو أثر وي هو طب كده لو هو قيادي إيجابي وتجاوز واحدة قيادية سلبي هيخبطه رسمه في بعض كل يوم هينطحه في بعض كل يوم قيادي مع قيادي هيتعابه جدا جدا ما نصحش بكده أبدا لكن ممكن أوي الشخصية العاطفية اللي تتجاوز واحد قيادي مش هتأخذ عاطفة بس هو هيقودها عارفة أن ده هيقودها البر الأمام تنسق فيه وتشجعه هيوصلها الشخصية اللي بتحتمل كل شيء دي تتجاوز قيادي المداقق ممكن يتجاوز قيادي هيكملوا بعضهم الاتنين بس يخلوا بالهم في المناقشة معاه يأثروا في الكلام وإذا حب يقترحوا اقتراح على الشخصية القيادية بأقل كلام ممكن ويسيبوا لنفسهم ما ينتظروش منه أنه هيقولهم خلاص نعم كده الوقت لازم يأخذنا هو بنفسه يأخذ وقت وهيفكر وبعد يقول طيب نعمل كذا للتعامل مع الشخصية القيادية نعم للمسيح ديت يا هسلة ليك في قلبه ما كان مريح أيها عايزين بيت الندى ديت للمسيح اشتركوا في القناة